بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون صدق الله العلي العظيم من المعلوم أن الإسلام الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى على رسوله وبينه رسوله صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا الإسلام يتضمن الحقيقة المطلقة في كل زواياه سواء في المعتقدات أم في الأحكام أم في الأخلاق أم في سائر الجوانب ومن المعلوم أن مشيئة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يجعل لكل نبي عدو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة وهذا الأمر مستمر منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم كان إبليس الشيطان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما دام هناك حق يقابله باطل وطبعا الباطل حينما يعارض الحق معارضته للحق بمختلف السبل حسا إذا أهل الحق مقيدون ضمن ضوابط خاصة لا يمكنك أن تتجاوز تلك الضوابط الشرعية لكن أهل الباطل غير مقيدين بأي شيء فيتخذون جميع الأساليب الخبيثة والباطلة للقضاء على الحق فالغاية عندهم تبرر الوسيلة مطلقة من الحرب العسكرية الرسول صلى الله عليه وآله خاض أكثر من ثمانين غزوة وسرية وسبب هذه الغزوات والسراية اعتداء المشركين إذن الطريقة العسكرية وأيضا الطريقة الفكرية يثيرون الشبهات على كل شيء وأيضا الوسائل الأخرى كالاستهزاء مثلا وكالمقابلة مع الحق بمختلف الوسائل زين هنا نحن ناس نعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح على طريق الرسول وآله تلاحظ أن هناك محاولات كثة وشديدة ولا يفترون عن محاولاتهم إلى إضلال المؤمنين أو لا أقل صد المؤمنين عن أحكام الشرع هذه محاولات كثة وكثيفة إضلال المؤمنين أو لا أقل صدهم عن الأحكام أو بعض الأحكام لأن إبليس لعنه الله الشيطان هذا يحاول ويا الإنسان باختلف الطرق يبدأ من الكثير وينتهي إلى الصغير يعني حتى لو معصية صغيرة واحدة قدر يظل الإنسان فيها يفعل ذلك ولا يفتر إلا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين من جملة الأمور الأسلوب الفكري نحن لازم نلاحظ أنه في مقابلتنا الفكرية مع أصحاب المذاهب الباطلة كيف يكون تعاملنا هل التعامل هو الإنسلاخ عن هذه الأحكام التملص منها أو لا مرة أنت في حالة خوف في حالة ضرر زين ذاك ما بإشكال إلا من أكره وقلبه مطمئنن بالإيمان التقية الإكراهية التقية الخوفية التقية الكتمانية ويضاف إلى ذلك التقية المداراتية هذه حالات استثنائية أنت في هذه الحالة تضطر لا بأس لكن إذا ماكو اضطرار هل إذا كانت محاربة فكرية قلت مرة محاربة عسكرية أنت مضطر إذا تقدر تصد المحاربة العسكرية في بها إذا ما تقدر تصدها تحافظ على نفسك بالكتمان لكن إذا ماكو محاربة عسكرية أكو محاربة فكرية في المحاربة الفكرية أنت لازم لا تتنازل عما تعتقد ذاك دا يتحجم عليك تريد تصد هجومه صد الهجوم عن طريق أن أتنازل عن ما أعتقد كلا الهجوم الفكري صده يكون عن طريق شيئين أولا عدم التأثر بذلك الهجوم الفكري الشيء الثاني محاولة الجواب عن الهجوم الفكري بهجوم فكري مضاد بثقافة مضادة الآن أمثل لكم مثال الثقافة الإسلامية تختلف في كثير من مفرداتها عن الثقافة الغربية في كل شيء تقريبا الثقافة الغربية لها نمط خاص والثقافة الإسلامية لها نمط آخر في الآكل في الشرب في الزواج في حقوق الإنسان في حقوق المرأة في حقوق الرجل في المسائل الاقتصادية في المسائل الاجتماعية في المسائل السياسية في المسائل العسكرية الثقافة الإسلامية تختلف اختلافا جذريا عن الثقافة الغربية لأن الثقافة الإسلامية تبتنى على الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب الثقافة الغربية تبتني على المادة وبين المادة وبين الإيمان بالغيب البعد كبعد المشرق والمغرب لا يلتقيان عادة قد تكون هناك نقاط اشتراك لكن هذه نقاط اشتراك قليلة وغالب المسائل هي نقاط اختلاف جوهري لا يمكن أن يلتقيان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني تناقض أكو ماكو هناك إمكانية للالتقاء الفكري نعم أنت واحد من أهل الذمة موجود في بلاد المسلمين تتعايش ويا تعطي حقوقه لا بأس أنت في بلاد الغرب واحد من المسلمين يحافظ على دينه وفي الوقت نفسه لا يتهجم عليهم يتعايش معهم هذا ممارسة عملية لا بأس لكن كمسألة فكرية لا يوجد هناك نقاط التقاء إلا أقل القليل وهناك نقاط فكرية جوهرية فيها الخلاف زين الآن نحن لدينا مشكلة المشكلة أن الثقافة الغربية هي الحاكمة في عالم اليوم عالم اليوم منه ديديره الغربيون القدرة السياسية لهم القدرة العسكرية لهم القدرة الاقتصادية لهم الإعلام بيدهم إذا أنتهم عندك إعلام إعلام ضعيف وكثير من الإعلام اللي مصنف على الدول الإسلامية هو في الواقع إعلام غربي يعني بعض القنوات الإسلامية يعني المقصود أن المسلمين يديرونها المادة اللي تعرض فيها كلها برامج تروج للثقافة الغربية هذا أمر واضح وطبعا حسب العادة الثقافة المسيطرة عسكريا وسياسيا واقتصاديا واعلاميا وكذا تأثر هذا شي طبيعي تؤثر على الناس وهؤلاء أيضا مو فقط عند ثقافة لا عند ثقافة يريد يروج لهذه الثقافة يريد الآخرين أيضا يحملون تلك الثقافة فيستعمل جميع الأساليب ومنها القوة الناعمة للترويج إلى ثقافته زين أنت في هذه الحالة عندك معتقدات عندك أحكام عندك ممارسات هذه الممارسات في تناقض جوهري مع الثقافة الغربية وذاك يحاول أن يصدك عن ثقافتك الإسلامية مو فقط في المستحبات لا في أصول الثقافة من الاعتقادات وإلى الأحكام وإلى الممارسات العملية في كل شيء لا يرضى منك بشيء دون شيء لا حتى تتبع ملتهم تصير مثلك قلبا وقالبا من رأسك إلى أخمص قدميك فحينئذين إحنا وظيفتنا شنو أن نتمسك بكل مفردات الثقافة الإسلامية واحدا واحدا وأن نحاول أن نصد الهجمة هسا الآن تطلق بين فترة وأخرى دعوات من بعض المسلمين وبعضها بحسن النية أنه إحنا خل نعطل بعض الأحكام الشرعية أو بعض الممارسات العملية نعطلها وخاصة إذا ما كانت واجبة هذه الممارسات سواء من واجبات أو من مستحبات أو من مباحات نعطلها لماذا نعطلها؟ لأنه الإعلام بيدهم وهذه الممارسات توجب وحن الدين هذا شعار وحن الدين أنت أترك الحدود حتى لو موجودة في نص القرآن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أو موجودة في السنة كأحكام الراجم مثلا أو موجودة في القرآن مثل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أو مثلا الممارسة الكذائية بعض الشعائر اتركها لأن هذه توجب وحن الدين زيان إحنا نجي نشوف أن هذه الكلمة وهذا الشعار هل يصلح مستندا لتغيير حكم من أحكام الله ولو بالعنوان الثانوي؟ أو هل يصلح مستندا لأن يحرم حلالا ولو بالعنوان الثانوي؟ الجواب كلا لأن هذه الكلمة وهن الدين وهن المذهب شنو المقصود منها؟ المقصود منها أحد احتمالات خمسة أنا بشكل مختصر أشير إليها ولا أتطرق كثيرا إلى الجانب الفقهي وإنما المقصود الإيضاح حتى بعد ذلك نستنتج النتيجة التي نريدها وهن الدين أولا يعني الإسلام يضعف أنت إذا قطعت يد سارق مع الشروط طبعا الشروط الشرعية والد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الصياغة الجديدة ذكر أكثر من 44 شرطا أو إذا عطلت الراجم مثلا الذي ثبت في السنة القطعية أو كذا أو كذا أو كذا إذا ما عطلتها الإسلام يضعف هذا كلام غير صحيح لأن الإسلام غير قابل للضعف الرسول صلى الله عليه وآله يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الإسلام مقابل للضعف في يوم اللي الرسول صلى الله عليه وآله كان يريد المشركون قتله واتفقوا بطريقة خبيثة أربعين واحد من أربعين قبيلة وعشيرة يهجمون على الرسول حتى دمه يضيع بين العشائر ولا يتمكن بنو هاشم من الانتقام فالرسول صلى الله عليه وآله في تلك الحالة وهي أسوأ حالة جرت على تاريخ الإسلام الرسول يراد أن يقتل وليس له معين أبو طالب رضوان الله تعالى عليه قبل فترة كان متوفى في عام الحزن ماكو واحد يعينه وأبو لهب اللي هو عم الرسول والمفروض أنه يدافع عن الرسول هو وي المهاجمين فالرسول اضطر أن يخرج من مكة لأن لا يقتل خرج مع أبي بكر وذهب إلى الغار طبعا ما كان يقدر يخرج مباشرة إلى مكة لأن ذولاك لهم مسلحين لهم جياد لهم كذا يعني مقاصدين إلى قتل الرسول بأي كيفية كانت فبخطة ذكية خرج إلى الجنوب بدل ما يتوجه إلى الشمال نحو مكة توجه إلى الجنوب وذهب في غار ثلاث ثيام في هذا الغار اختفى ومع ذلك وصل المشركون إلى قريب الغار والله سبحانه وتعالى بطريقة إعجازية أنقذ الرسول صلى الله عليه وآله في تلك الحالة اللي الآية الشريفة في سورة التوبة تقول إلا تنصروه فقد نصره الله هذا خطاب للصحابة أنتوا إذا الآن ما تنصروه الله ينصره كما في ذلك اليوم ما حد ما نصره حتى صاحبه ما نصره إلا الله لأن الممثل مع الممثل عليه التشبيه لازم يكون تشبيه تام أنتوا اليوم متنصروه الله ينصره ذاكي اليوم ما حد حتى صاحبه ما نصره الله نصره فالرسول وحيد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه مو عليهما عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا في أسوأ مرحلة من حيث الخطر على الإسلام لأن ذاكي اليوم إذا كانوا يقتلون الرسول خلاص الإسلام كان ينتهي في أسوأ مرحلة وكلمة الله هي العليا الإسلام كلمة الله وهذه الكلمة غير قابلة للضعف غير قابلة للوهن غير قابلة للزوال هذا المعنى الأول هذا خب مو صحيح المعنى الثاني تقول الوهن مو وهن الإسلام وهن المسلمين وهذا أمر يمكن المسلمون قد يضعفوا في يوم أحد خالفوا الرسول صلى الله عليه وآله بعد ذلك هجم عليهم المشركون وحصدوهم حصدا بحيث أنه قتل من المسلمين سبعين شخصا بما فيهم حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليهما يمكن المسلمون يصابون بالضعف هذا أمر معقول لكن هل سبب ضعف المسلمين هو الأحكام الشرعية يعني الحكم الشرعي الذي أنزل الله سبحانه وتعالى هو يكون سبب ضعف المسلمين أو ترك الحكم الشرعي هو يكون سبب لضعف المسلمين حينما خالفوا أمر الرسول الناصر في أحد تحول إلى هزيمة الناصر كان تحول إلى هزيمة ترك حكم الله هو الذي يوجب ضعف المسلمين المسلمون إذا الآن هم ضعاف والشرق والغرب مسيطرون عليهم السبب في ذلك تخلي أكثر المسلمين عن أحكام الشرع الله يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ماكو الله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ماكو الصناعة من الغير العلم الدنيوي من الغير زيان القوة العسكرية من الغير والمسلمون ليست لهم ذلك هذا سبب ضعف المسلمين مو سبب ضعف المسلمين ووهنهم تمسكهم ببعض أحكام الشرع أو فعلهم لبعض المباحات أو المستحبات الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذا أنت مؤمن تكون الأعلى مو أنه تريد تصير الأعلى بترك أحكام الشرع بترك الإيمان بتحريم المحللات بتغيير الواجبات بترك الحدود هذا المعنى الثاني وهن المسلمين المعنى الثالث تقول الوهن يعني الاستهزاء هؤلاء يستهزئون بنا زيان هل الاستهزاء من الغير هو مغير لأحكام الله سبحانه وتعالى كلا لا يكون ملاكا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه يعني حسب الظاهرهم هو مكان للسخرية موجود إذا واحد في البر على تل دا يصنع سفينة حسب الظاهر أكون مورد للاستهزاء لكن نوح عليه الصلاة والسلام لم يعر أية أهمية لاستهزائهم لماذا؟ لأنه دا ينفذ إرادة الله سبحانه وتعالى الله قال له اصنع الفلك بأعيننا في هذا المكان وذولاك يستهزئون خلي يستهزئون زيانة سأستهزاء يقلل شي مني إذا أنت الآن تعلم بأنه بقاءك في مكان معين سيعرضك للإبادة وللقتل عقلك شنو يقول لك أخرج من ذلك المكان حس إذا كل الناس استهزأوا بيك تبقى له تخرج تعير أهمية لإستهزائهم؟ لا يقول خلي يستهزئون شنو قيمة استهزائهم؟ هو الكافر والمنافق والناصبي شنو قيمته حتى لإستهزائه يكون قيمة فهذا المعنى الثالث مقابل الاستهزاء شنو تسوي؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يعني إما باللسان إما قالوا سلامة يعني بالعمل يعني بعض المفسرين قالوا القول هنا بمعنى العمل يعني يعملون عملا فيه سلامتهم في دينهم وفي دنياهم هذا المعنى الثالث هم لا يمكن أن يكون مستندا للحكم الشرعي المعنى الرابع التشنيع يقول وهن الدين يعني تشنيع عندما يعرضون فيه فضائية أو فيه مقطع فيه مثلا الشبكة العنكبوتية أنت ده تجري حاد أو ده تفعل كذا أو تقوم بالشعيرة الفلانية يشنعون علينا زين هل تشنيع الكفار سبب ليه؟ تركنا للأحكام الشرعية الرسول كان يصلي وحالة السجود كانت حالة مبغوظة جدا للعرب الجاهليين سأكون في بعض الروايات والتواريخ ناقلين كلمات هم من المشركين كلمات اللي لا يمكن أن نفوه بها في هذا المكان حول السجود يشنعون يشنعون تشنيعا كبيرا على السجود الرسول ما كان يعير لهم أهمية يسجد والمسلمون سجدوا وبعديا بالقوة عندما انتصر الإسلام هؤلاء اضطروا ولو نفاقا أن يدخلوا في الإسلام هم هم قاموا يسجدون ولو نفاقا تشنيع الكفار أو النواصب هذا مو مغير لحكم الله ولا محرم لحلال وإلا إذا التشنيع كان يكون هو سبب لتغيير الحكم تشنيعهم في مجمل أمور الإسلام الجوهرية يعني الآن انت افتح القنوات الفضائية عندما يتهجمون على الإسلام ولو بطريقة غير مباشرة الإعلام الغربي شلون يتهجم على الإسلام كيف يتهجم على الإسلام أولا الإسلام ضد المرأة حقوق المرأة لا تراعى في الإسلام لأنهم يعتقدون بالمساواة والشرع يعتقد بالعادل العادل قد لا يكون مع المساواة أنت عندك ابن عمره خمسطعش سنة وعندك ابن عمره سنتين العادل ماذا يقول الطفل اللي عمره سنتين تعطيه من الطعام أقل مما تعطيه للولد اللي عمره خمسطعش سنة هذا العادل المساواة يعني شنو يقول لا ادفع لهم بمقدار متساوي الإسلام مع العادل حس إذا العادل كان مع المساواة فالمساواة وإذا كان العادل مع التفاضل فالتفاضل حسنا هذا قانون عقلي المهندس يأخذ من الأجر أكثر مما يأخذ العامل العادي ماكو مساواة بس أكو عادل مع أن العامل العادي المشقة اللي يتحملها أكثر من المهندس المهندس قاعد في مكتب تحت المكيف زيان ويأخذ لقلام ووقفة خريطة يرسم كذا العامل المسكين في الحار وفي البارد وفي الأخطار لأن العمل بيه أخطار زيان وبعض الأحيان الراتب اللي يأخذ أو الأجر اللي يتقاضاه أقل من أجر المهندس بكثير هذا مدأب العقلاء هاي مساواة لا مو مساواة لكنها عدل الإسلام إذا تجاه المرأة إلى مسائل وتجاه الرجل إلى مسائل لمراعاة العادل والعادل قد يقتضي المساواة وقد لا يقتضي المساواة تشوف هل يشنعون على الإسلام أن الإسلام يستحقر المرأة بالحجاب على هذا يشنعون تشنيع شديد أن القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث دية المرأة نصف دية الرجل القيمومة للرجل مو للمرأة الرجال قوامون على النساء وبعد الطامة الكبرى عندهم أن القرآن يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن على هذه الآية تشنيع كبير على الإسلام موجود طبعا هذا عدم درك للحكم الإسلامي أو عناد وإلا الحكم الإسلامي ضمن المصلحة النهي عن المنكر في الإسلام إلى درجات بالقلب باللسان باليد أنت إذا شفت واحد يشرب خمر هذا بين قوسين نذكره بالقلب لازم تستنكر عمله وباللسان تنهى تقول له أن شرب الخمر حرام وباليد إذا ما فاد باللسان أنت أهجم عليه وهذا كأس الخمر اللي بيده أريقه على الأرض طبعا بتفصيل مذكور في الأحكام الشرعية زين إذا المرأة ما أدت الحقوق الواجبة المرحلة الأولى الوعظ المرحلة الثانية وهجروهن المرحلة الثالثة الضرب هذا مو خاص بالمرأة حتى بالعكس إذا الرجل لم يقم بحقوق المرأة نفس الشيء نهي عن المنكر يقتضي ذلك هسه أنا هذا بين قوسين ذكرته لكن المقصود لما يشنع يشنع على حقوق المرأة اختلاف جوهري بالأرض بالقاتل دية زين بالنكاح بالطلاق مسائل كثيرة بالحجاب زين شتسوي تتنازل عن هذه الأحكام الشرعية لأجل تشنيعه كلا طبعا ماذا تفعل هسه نوصل نبينه هسه أنت أترك حقوق المرأة اللي اختلاف جوهري بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية تعالي إلى مسألة أخرى الحدود إذا واحد ارتد شنو حكم المرتد متواتر الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكذلك العامة هم نفس الشي يعني هذا محل اتفاق بين الشيعة والعامة أن المرتد إذا كان عن فطرة حكم القاتل إذا كان عن ملة إذا رجل يستتاب إن لم يتوب حكم القاتل يعني حد القاتل وإذا كانت مرأة تحبس إلى أن تتوب بتفصيل مذكور في الشرع في الرسائل العملية أو في الكتب الفقهية زين من الأمور التي تعتقد بها الثقافة الغربية الحرية الشخصية إذا واحد يريد يغير دينه عادي في الإسلام ماكو هالشكل شيء إذا واحد مسلم يريد يغير دينه ما إلى حق لأن الله مالك الملوك وهو الذي اختار هذا الدين أجاز إذا واحد هو كافر خلي يبقى على كفرة مو مشكلة لا يكره في الدين بس إذا صار مسلم أو ولد مسلما لا يحق له الارتداد هذا حكم مسلم زين السارق لازم تقطع عيده السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نص القرآن الزاني لازم تجلده هذا خلاف الحرية الشخصية الليبرالية حرية شخصية من مبادئ الغرب بعض وإذا كان محصن يرجم والراج معدهم جدا بشع زين الحدود الشرعية تسويها تتركها لو ما تتركها زين هذا همعيفة تجي إلى المسال الاقتصادية هاي المسال اللي في البنوك تجري كثير منها خلاف الشرع والشرع إلى طريقة أخرى في الأمور العائلية في الأمور الاقتصادية في الأمور السياسية وما إلى ذلك شت سوي ويشنع عليك هل هذا تشنيع ملاك لتغيير حكم الله لا تشنيع مو ملاك خل يشنع فإذن التشنيع أيضا لا يكون ملاكا لتغيير حكم الله حتى المباح ما يصير محرم بسبب التشنيع الاحتمال الخامس أنا أختصر الكلام حتى لا أخذ من وقتكم كثيرا يقول أنه بعض الممارسات تسبب أنه يصير تبليغ ضد الإسلام فيمنع دخول الناس في الإسلام يعني 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 الآن الآن ذلك الوهابيين الإرهابيين عندما يفجرون الأبرياء يقتلون ما أدري كذا 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 ويقولون أنهم ينفذون الإسلام هذا يسبب أنه الناس الكفار يحملون صورة سيئة عن الإسلام فلا يسلمون زين هذا جواب أنه أنت إذا تريد الناس يدخلون في الإسلام لازم يكون إليك تبليغ صحيح أما الممارسات العملية هذه لا تدخل أحد في الإسلام ولا تخرج أحد عن الإسلام يعني ذول الإرهابين اللي يفجرون عملهم سبب خروج الشيعة عن الإسلام لا حتى سبب خروج سنة عن الإسلام لا يقولون ذول ناس متطرفين إنما أنت إذا تريد أن تدخل الناس في الإسلام عليك أن تبلغ للإسلام الذين يبلغون الرسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله المشكلة أنه إحنا تبليغنا ضعيف اليوم التي لم يكن هذا الإعلام موجودا وما كان هذا التشنيع وما كان هذا التسويق الإعلامي السيء ضد الإسلام والمسلمين الناس أيضا لم تكن تدخل في الإسلام يعني الناس في أمريكا الجنوبية في أمريكا الشمالية في الصين ما كانوا يدخلون في الإسلام إلا قليل الآن هم لا يدخلون في الإسلام مو السبب أنه كان واحد من المسلمين مارسوا ممارسة صحيحة أو مارسوا ممارسة خاطئة السبب في ذلك أن تبليغنا للإسلام ضعيف ماذا نبلغ إحنا كم فضائية عدنا ناطقة باللغة الإسبانية الآن 500 مليون إنسان لغتهم الإسبانية أو أكثر في أمريكا الجنوبية تقريباً 400 مليون وفي إسبانيا وإمريكا الشمالية كذا هم تقريباً 100 مليون 500 مليون إنسان ناطقين باللغة الإسبانية شنو تبليغنا إحنا لهم؟ ما عدنا تبليغ اللغة الصينية الصين الآن مليار و300 مليون إنسان مليار و300 مليون المليار و300 مليون 700 مليون منهم ناطقون باللغة معينة والبقية هم يفهمون تلك اللغة لأنها اللغة لأن اللغة الرسمية مثل هنا في إيران إيران هناك عشرات القوميات المختلفة العرب والأكراد والتورك وغيرهم والفورس لكن حوالي 60% ناطقون باللغة الفارسية وال40% البقية من أقوام أخرى لكن يعرفون اللغة الفارسية دارسيها بالمدارس بعد هذا شيء واضح في الصين كذلك مليار و300 مليون إنسان ينطق بلغة إما لغتها الأم أو يعرف تلك اللغة شنو تبليغنا لهم المشكلة تبليغنا ضعيف إذا ذاك ما يدخل في الإسلام مو لأجل أنه أنا أجري حد السرقة أو أجري حد الارتداد أو أقول كذا وكذا بالنسبة إلى حقوق الرجل والمرأة السبب في ذلك ضعف التبليغ ولذا علينا أن نبلغ فإذن إحنا لازم نلتزم بكل أحكامنا الشرعية ولا نتأثر لا بالإعلام المعادي ولا بالإعلام السيء ولا بالتجنيع ولا بالكلام لازم يكون لنا تبليغ صحيح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة